جزائر امبارح خرجت مظاهرات الاف خرج امبارح ولكن كان الجديد ان الوكالة الرسمية اللي هي تكلم باسم الدولة وباسم الحكومة باسم الجيش الجزائري وكالة انباق الجزائرية هي اللي بتعرض امبارح المظاهرات اللي نزلت في الشوارع ضد تراشح الرئيس بوتفليقة للولاية الخمسة فدي الوكالة الرسمية الجزائرية بتعرض بقول لحضراتكو اللي قدامكو ده وزي ما قالوا كده احتجاجات سلمية وبعض الولايات استجابة لندقات مجولة المصدر ولكن الندقات كانت عبر مواقع التواصل وزي ما بقول لك الوكالة الرسمية هي اللي عرضت ده امبارح زي يعني تحول او يعني تطور يعني غير مسبوك فيها الجزائر وحضراتكو عارفين الجزائر يعني ممنوع فيها الكلام ده لازم ياخدوا اجراءات وكذا والناس بصراحة حتى اللي نزلوا لما امبارح كنت بتابع والنهار ده كمان نزيل بيتكلموا انه يعني طبعا الشرطة موجودة ووقفها مع المتظاهرين بتحاول بقدر الامكان وما حصلش مشاكل والناس ما عملوش مشاكل يعني واحنا حتى بنعرض كمان انه ما حصلش لما نشوف الفيديو التاني كمان انه ما حصلش يعني تخريب ولا حاجة ومش عايزين كل هذه الأمور ولكن هو طبعا نهار ده اليوم التاني كمان حصل ولكن ده كان مظاهرات امبارح والشرطة بعض الناس وقدام حضراتكو وكلهم يعني بتكلموا على الرئيس الرئيس كان اعلن مؤخرا انه سيخوض الانتخابات للولاية الخامسة فالجزائريين يعني نازلين او بتكلموا على انه انه يعني بندي فرصة لآخرين وانه هي كان ضد ترشح الرئيس بوتفليقة للولاية الخامسة امبارح والنهاردة يعني استمرت لليوم التاني على التوالي وطلع طبعا الاحد قيادات الحزب الحاكم النهاردة قعد وده يمكن عامل مشكلة النهاردة في الجزائر طلع التاري على المتظاهرين طلع كان في وهران وقال انه بنتمنى احلام سعيدة لبعض السياسين او الناس اللي بيطالبوا بالتغيير قال كده بنتمنى لهم احلام سعيدة فالكلمة بتاعت النهاردة عملة دوشة في المجتمع الجزائري وفي لدى يعني بعض او على الاقل بعض الولاية او مدرش نتكلم باسم الشعب الجزائري كله ولكن بعض الناس او بعض في حالة بعض حالة الغضب من هذه التصرحات ولكن ميزة انه الشعب برضو الشعب عنده وعي ما فيش تخريب ناس نزلة لها مطالب محددة او لها رسالة محددة وكان هتافاتهم هتافات محددة بيتكلموا على فخامة الرئيس عبدالعزيز ابو تفليقة وبيقولوا يعني هم كلامهم بيوجهوا رسالة للسيدة الرئيس عبدالعزيز ابو تفليقة وهذا الرجل عايزة اقول لحضراتكم حمل جزائر من ضمار هذا الرجل عندما تولى تولى الرئيس بو تفليقة الجزائر وكانت الجزائر تشهد عمليات ارهابية غير مسبوقة استطاع الرئيس بو تفليقة في بيض لما تولى الرئاسة في الجزائر يحمي الشقيقة الجزائر بصراحة حماهم الارهاب الجزائر انا في الوقت ده كنا رحت مرتين في الوقت ده كان هناك ما ينفعش تنزل الشارع إلا ومعاك قوة عسكرية يعني كنا روح نغطي مؤتمرات مسلحين من المطار لحد الفندق من الفندق بنتحرك حتى لو راح تشتري حاجة بيقفلك الشوارع يعني نزلنا في الشارع الرئيسي في العاصمة أفلونا الشارع الشمال ويمين وقدام وحدش يدخل الشارع ده غير بعد ما خلصنا الوفد الإعلامي اللي كان موجود ليه؟ قوة مسلحة راحين نتعشف حتة خدونا في مطعم كده وهم راكبين معهم قالوا المكان ده وبيشوروننا وإحنا ماشيين اتقتل فيه 200 واحد من سبوع قلنا لهم يا حلاوة وقال لك آه بس ما تقلقوش إحنا مأمنين المكان لكن هذا الرجل لازم نشهد لهذا الرجل ربنا يديله الصحة يعني إنه حمى الجزائر سنوات اللي قاعد فيها وهو في الأربع ولايات الماضية ولكن كانت الولاية الأولية هي الولاية الصعبة قدر يجمع أطياف المجتمع الجزائري وكان جماعات عندهم جماعة الإسلامية المسلحة وقدر يحصل توافق الجزائر ومرت الجزائر من هذه الأزمات الكبيرة والنهاردة بيأخوض الانتخابات لولاية خامسة الرئيس عبدالعزيز وتفريقة برح رئيس البشير طلع بالليل ساعة عشرة عمل بيان وعمل اجتماع وعمل بيان لليل